راحت سألني شنو الحكم المتوقع وهل من اختصاص المحكمة النظر في مثل هذي الدعاوي أكيد من اختصاص المحكمة النظر في مثل هكذا دعاوي ليش لأنه إحنا دي نطلب تفسير الدستور وده نطلب إثارة اختصاص المحكمة لأنه المحكمة صادقة على نتائج الانتخابات يعني هي المنحة الشرعية لو ما كانت المحكمة مصادقة على نتائج الانتخابات كان هناك مجلس نواب نا هذا سؤال طيب ما دم انت تمنح الشرعية بشكل وبآخر أنت من حقك كجهة اختصاص يا محكمة اتحادية أن تنزع هذه الشرعية حتى لو لا تملك الحل صحيح بالمادة 93 ماكو فقرة من الفقرات يقول أنه المحكمة الاتحادية مختصة بحل مجلس النواب ولكن المحكمة تستطيع أن تقول أن مجلس النواب الحالي خرق المدد الدستورية وتجاوز المدد الدستورية وبالتالي هو مجلس غير لا ينسجم مع المتطلبات الدستورية فاقد وغير مؤهل دستوريا لإكمال عمله لأنه صار لتقريبا عشر تشهر هو بعيد عن ممارسة اختصاصه